بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله اخوكم مندر اليوم ان شاء الله راح نلقي نظرة على لوحة مفاتيح من شركة ثيرمل تيك وبالتحديد خط انتاج تيتي اي سبورتس هي لوحة المفاتيح هذه هي لوحة بوزايدن اللي راح نشوف خصائصها وميزاتها الآن طبعا زي ما احنا شايفين انه شكل اللوحة رائع جدا ومضائب الكامل باللون اللي هو الازرق وهذا تقريبا التوجه العام للوحات الميكنيكية طبعا اللوحة هذه مستخدم فيها مفاتيح ال تشيري اميكس ريد او اللي هي السويتشيز طبعا اللي منكم ما يعرف ايش هي مفاتيح التشيري اميكس هي عبارة عن يعني تصنيفات اللي هي الزرار بحيث الناس اصبحت الان اربعة الوان او اشهرها اربعة الوان الاحمر والازرق والاسود والبني كل طبعا اللون لوها الآن استخدام معين فبالنسبة لي الجيمرز واللي طبعا يلعبون باتل فيلد فور والكلام هذا راح راح يفضلون اللوحات الميكريكية اللي تستخدم اه مفاتيح التشيري اميكس ريد عشان سرعة الاستجابة فيها يعني فقط بمجرد لمس الاي مفتاح راح تكون عندك استجابة عالية فهذا شكل الكيبورد من الامام نلقي نظر على الغلاف حقه من الخلف وزي ما احنا شايفين هذا هو شكل الغلاف الخاص بالقلبة او الصندوق حق الكيبورد زي ما احنا شايفين ذاكرنا مجموعة من المواصفات او ابرز ما يميز اللوحة هذه فاول واهم شي انه عندك مفتاح مخصص لتعطيل مفتاح الويندوز في الكيبورد وهذا طبعا مهم تعطيله اذا كنت تلعب آآ بشكل مكثف آآ آآ يذكرنا هنا انه المفاتيح اللي المستخدمة فيها اللي هي تشيري اميكس ريد تقريبا آآ مضمون انها راح تعمل معك الى حد خمسين مليون ضغطة الله يعني ما يلا يعينه الباك لايت اللي موجود فيها آآ طبعا يقصد فيه انه الكيبورد هذه منارة بالآآ كامل وطبعا فيها اربعة آآ انظمة او اربعة آآ مراحل اللي الاضاءة تبدأ من اللي هي الضعيفة ثم تقوى تقوى الى اخر شيء والميزة الاخيرة واللهم هي الان كي رولوفر سابورت يعني هنا باستخدام اللوحة هذه تقدر تضغط على اكثر من مفتاح ما بين ستة الى ثمانة مفاتيح بوقت واحد وكلها راح تستجيب معاك في وقت واحد اما بالنسبة للاشراءات اللي هي الاخرى في اللوحة هذه عندك مفاتيح اللي هي الـ F1 والـ F2 والى الـ F7 كلها تقدر تستخدمها في التحكم في الوسائط وتطوي للصوت واللي هو الكتم مفتاحي الـ F11 والـ F12 تقدر تستخدمها لطبعا اضافة اولي زيادة قوة انارة الكيبورد فهذا طبعا ابرز الخصائص في اللوحة هذه نشوف مع بعض الـ unboxing ونتكلم عليها شوي نفتح العلب الان ونشوف وش موجود عندنا بالداخل اول شي راح نشوف لوحة المفاتيح فنخليها شوي على جنب اه ما في طبعا الاكسسوارات جاية مع اللوحة هذه الا فقط الدليل التشغيلي او الدليل التركيم السريع وعندنا اللي هو الضمان المقدم للكيبورد هذه نشوف الكيبورد مع بعض هذه هي الكيبورد الان بعد ما استخرجنا زي ما احنا شايفين انه الكيبورد هذه يتم توصيله عن طريق الكابل وعندنا الكابل طوله متر ونصف ويتم التوصيل عن طريق اليو اس بي لو حبينا نشوف المفاتيح الموجودة في الناحية العلوية ابتداء من مفتاح الـ F1 وانتهاء بمفتاح الـ F7 راح نشوف انه كل المفاتيح هذي مخصصة لاستخدام الوسائط كالإيقافة والتشغيل او زيادة او كتم الصوت اما مفتاحي الـ F11 والـ F12 هذه راح تكون مخصصة لزيادة او اللي يخفض قوة الاضاءة اللي موجودة في اللوحة هذه طبعا عندنا زي ما ذكرنا انه اربعة درجات تبدأ من اللي هو الـ طبعا الدرجة الاولى وتصعد يلا درجة ثانية ثم اللي هي الاخيرة ثم عندنا مفتاح الـ lock هذا او مفتاح القفل اللي يعطلك مفتاح الـ windows بحيث انه مثلا لما نضغط هذا المفتاح ما يشتغل معانا او ما يستجيب مفتاح الـ windows بالنسبة لي الـ كيبورد طبعا زي ما قلنات هي لوحة مفاتيح موظفة او مفاتيح من نوع تشاري اميكس ريد يعني انه بمجرد ضغط اي مفتاح فقط فقط بمجرد اللمس راح تستجيب اه معاك وهذه الميزة اللي تخلي الجامرز يتوجهون لمثل اللوحات هذه اه بالنسبة لي اللي هو الاضاءة كل مفتاح منه موجود اسفل منه اللي هي لمبة او اه ضوء الـ اي دي فراح تكون منارة بالكامل و بشكل جميل واللغين راح يكون ازرق ان شاء الله زي ما راح نوريكم قبل ما ننهي الحلقة هذه اه ما عدا ذلك اه تعتبر كيبورد عادية اه اه والشي اللي انه الان عجبني فيها انه الملمس حقا حلو جدا يعني ما ما ينزلك وكنت اتمنى لو شوي يهتموا بالمستقبل من العربي وحطوا اه تعريب له يعني أتوقع راح تكون لوحة حلوة جدا لو طبعا كملوها وحطوه فيها لغة عربية بعد ذلك الكيبورد حلوة جدا نلقى عليها نظرة الآن من الناحية الخلفية وهذه اللوحة الآن من الناحية الخلفية عندنا الأرجل المطاطية هذه اللي تمنع إنزلاق اللوحة هذه إذا كان عندك سطح أملس عندنا الهنجز هذه اللي ترفع لك الكيبورد بتقييمة زاوية 45 وأخيرا عندنا المسار هذا عشان تقدر أنت تمدد السلك حقك أو حق اللوحة بالشكل اللي تراه مناسب لك يبقى الآن أنه نقيم اللوحة هذه ونذكر لكم سعر اللوحة هذه تقريبا سعر اللوحة هذه ما بين الـ 370 إلى 420 ريال معقول جدا طبعا بالنسبة للوحة ميكريكية مستخدمة مفاتيحة الـ Cherry MX انطباعي عن اللوحة هذه ممتازة جدا وأنصح به إذا كنت أبحث عن كيبورد استجابتها عالية وسعرها معقول جدا كان معاك بأخوكم بندر وإن شاء الله أشوفكم في مراجعة الثانية السلام عليكم اشتركوا في القناة